أفدى مصدر أمني باحتراق عجلة حكومية في منطقة المنصور وسط بغدادة وأوضح المصدر أن حادث احتراق وقع داخل عجلة نوع بيكاب حكومية تابعة لمؤسسة الشهداء عند تقاطع الرواد في منطقة المنصور مبينا أن اشتعال النيران كان بشكل مفاجئ ما أثار حالة من الذعر بين المورة بسبب انفجار خزان الوقود وبينما تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المباني المجاورة لأن الحادث خلف أضرار مادية كبيرة في المركبة فيما أوضحت وزارة الداخلية أن الحريق الذي نشب في المركبة كان بسبب تماس كهربائي داخل نظام السيارة نفية وجود متفجرات موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر